أعربت عائلة المقهوي عن بالغ إدانتها واستنكارها لمحاولة النظام القطري استهداف أمن واستقرار مملكة المحرين وسلمها الاجتماعي عبر بث الأكاذيب والإدعاءات والافتراءات التي لا تستند إلى الحقائق بل إدعاءات مغرضة تسعى إلى إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد المجتمعين على الولاء والوفاء لقيادة جلالة الملك المفدى كما أعربت العائلة عن تجديدها الوفاء والولاء لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دعينا الله تعالى أن ينعم على جلالته بموفور الصحة والعافية ويديم على مملكتنا الغالية الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر